طوبى لمثلك حافظ القرآن طوبى لكم بمحبة الرحمة السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بكم أيها الأحباب نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكونوا جميعا بكل خير وسلام برجاء لكل من يشاهد هذه الحلقة أن يشاهدها من أولها لآخرها والضغط على زر الإعجاب لايك ونشر هذه الحلقة على أوسع نطاق ممكن في البداية لازم تعرف أن سيناريوهات الحرب العالمية الثالثة اللي احنا بنقول الشرارة الأولى للمعارك الممهدة لحروب آخر الزمان لها سيناريوهات متعددة ممكن يصدق السيناريو الأول ولا يصدق السيناريو الثاني ممكن يتحقق الأول والثاني مع بعضهم يعني بمعنى بمعنى أن أنت الفترة دي الداخل على احتمالات كبيرة كل الأنظار تتوجه لروسيا وأوكرانيا بين قسين روسيا وأمريكا ومن وراءهم الطرفين الناتو والصين وكوريا والخناء الكبيرة دي الأنظار كلها تتوجه إلى هذه الدول والحرب وبوادر الحرب في كل مكان ترى المظاهر للاستعداد لحرب نووية مش هتكون حرب بالأسلحة التقليدية أنظار العالم كلها متجهة لهذا الحدث أن الشرارة هتيجي من المكان ده ونسوا أن فيه دولة مصيبة كبيرة ربنا ابتلانا بيها وابتلى العالم كله خاصة العالم الإسلامي دولة الكيان المحتل اللي شخصيا أتوقع أن لازم يكون لها دور في الحرب العالمية الثالثة الممهدة لحروب ومعارك آخر الزمن وخد بالك أن أنا بقولك أنها حروب ممهدة لحروب آخر الزمن وهي ليست من ضمن حروب آخر الزمن حتى لا يختلط الأمر على المتابعين فالناس اللي بتتابع بتسأل الشرارة هتيجي منين؟ هتيجي من ناحية أمريكا مع روسيا؟ ولا هتيجي من ناحية إسرائيل المحتلة مع لبنان وسوريا زي ما الشيخ أحمد عبد الكريم الجهري تكلم وتنبأ بهذا الكلام واستند في توقعه على أحاديث ونبوءات جاءت في الكتاب المقدس وفي أحاديث تم تضعفها من قبل أهل العلم وجهة نظري أن شرارة الحرب العالمية الثالثة النووية هتكون من ضمن السيناريوهات ومعاها كمان السيناريو بتاع إسرائيل المحتلة يعني الأخبار اللي احنا بنشوفها هذه الأيام إن لبنان وإسرائيل في بينهم يعني نوع من أنواع الصراع على الغاز وإن إسرائيل أعلنت إن هي هتخش تستخرج الغاز بين طرف واحد بدون الرجوع للبنان وإن دي شرارة كبرى ممكن نرى أن هذه الشرارة تنشب وتتحقق في الأيام القليلة القادمة مع السيناريو بتاع الحرب العالمية الثالثة ولكن أنا عايز أنبه وأقول في ناس تعتقد عندما يحدث الصراع وتقع أنا باعتبر إن ده فخ كبير جدا لدولة الكيان المحتل لو اتهورت ودخلت على أرض لبنان ومن ثم توغلت ودخلت الأراضي السورية أنا باعتبر إن ده وتفخ ليها مش عشان إن هي هتنتهي وتهلك لأن في ناس بتعتقد وخاصة الناس المحبين والمتابعين للشيخ الجوهريت يعتقدوا إن الرجل عندما قال إن إسرائيل هتخش أرض لبنان وسورية وده مش انتهاء للدولة ده مش انتهاء بكرر للدولة بس ده هيبقى إيه أنا أقدر إن أنا أصنفه تحت بند إيه احتبند معركة إنهاك القوى اللي دايما باستخدم هذا المصطلح اللي هو معبر عن أحداث قادمة دولة الكيان المحتل عندها زكاء دهاء كبير جدا بتدير الملف بتاع الحرب العالمية الثالثة بالوكالة وتدفع أطراف للدخول في هذا الأمر عايز تاخد الأمارة على الكلام ده لما اتكلم الرئيس الأوكراني وحاول إنه هو يستدعي اليهود ويدخلهم في القصة ديه وقال على كل يهودي الزحف على الأراضي أوكرانيا إيه اللي حصل؟ ما فيش حد عبره ما فيش حد التف حواليه لم تخرج دولة الكيان المعتدي بتصريح رسمي بتقول إن إحنا بنؤيد أو إن إحنا بنعارض بيديروا المشهد بدهاء وزكاء إنه هم بيزقوا الأطراف للحرب العالمية الثالثة طيب هل ممكن تلاقي الجيش بتاع إسرائيل موجود في هذه الحرب العالمية الثالثة أستبعد بقوة بيزقوا الأطراف من بعيد لبعيد ولكن سبحان الله ولا حيق المكر سيء إلا بأهله المكر اللي هم بيعملوها ينقلب عليهم إنه هم هيتم استدرجهم وبدأنا نشوف البوادره الاحتكاك مع لبنان في موضوع الغاز وعايزين يخش وياخدوا الغاز بدون اتفاق وموافق من الطرفين والأمر وشايفين المروحيات اللي بتحلق وبتضرب أحيانا ناحية سوريا من قبل طائرات مروحيات الكيان المعتدي كل الأمور اللي أنا بحكي لكم عليها ديت يا أحباب هي عبارة عن تمهيدات للحرب العالمية الكبرى اللي بتمهد لظهور الإمام المهدي لو إن الكيان المعتدي لم يدخل بجيشه في الحرب ديت هيتم استدرجه من ناحية تانية للدخول في لبنان ومن سمى إسرائيل وأنا أرى شخصيا بدون التحيز إن كلام الشيخ أحمد الجهري بيتحقق على أرض الواقع وإن الناس اللي بتتهم الشيخ الجهري بالاتهامات أراها أنها بعيدة عن الحقيقة وأن الرجل لم نرى منه شر وعلشان تفترض فيه الشر لابد أن ترى بعينك منه شر يعني ما ينفعش حد يطلع بس مع ناس بتتكلم بتقول ده الشيخ الجهري هو الدجال من أين أتيت بهذا الكلام بيقولك أصلا عشان شكله ما بيكبرش في السن طيب إحنا عندنا ناس كتيرة سبحان الله ناس كتيرة شكلها بتقعد سنين طويلة شكلها لا يتغير وعلى فجأة تلاقي الكبر في السن دب فيهم فهل هذا مبرر لأن نقذف الرجل إنه هو شر واحد على الأرض ما هدى الجلدة إيه أشر شخصية موجودة على الأرض فالكلام ينبغي أن يكون منضبط بضوابط الشر وعندما تكلم الشيخ الجهري في أمور تتعلق بالصحابة والكلام عن الإمام علي فإحنا بنقول إن هذا لا يخرجه من دائرة الإيمان بمعنى إيه؟ بمعنى إن في ناس كتير بتتكلم عن الفتن اللي حصلت ما بين الصحابة وأنا التقيت مع ناس ده كثرة في الجامعة وده كثرة متخصصين في العقيدة وناس متخصص وبيتكلموا بارتياحية ويقولك إن لا ده كان معاوية غلطان وواحد تاني يقولك علي بن أبي طالب مع حفظ طبعا الألقاب سيدنا علي وإن هما غلطانين وبيغلطوهم فهل هذا يخرج عن دائرة الإيمان؟ هل أنتم سمعتموا يسب الصحابة؟ مثلا أتى بطمة كبرى ما حصلش الكلام ده هو بيتردى دائما عن الصحابة أجمعين وبيتكلم كلام جميل جدا وأكتر واحد بنسمعه أو كنا بنسمعه وبيتكلم وبيعرف الناس عن أخطار الماسون وعن الأعور وبيحذر الناس منه فأنا لا أرى داعي للهجوم على هذا الرجل حتى يتبين لنا بوضوح إنه عمل خطأ كارثي كبير في الحالة دي والله لن نجامل على حساب الدين هو ده رأيي إن في ناس كتير بتبعث لي وتكرر السؤال رأيك إيه في الشيخ الجوهريون رأيك إيه وإحنا نرى من الدجالين ونرى ما شفناش ما شفناش أمارات للكلام اللي انتوا بتقولوه دوت فإذن عشان نرجع لموضوعنا الكلام اللي تكلم به الشيخ الجوهري بنرى كل فترة إن البوادر بتاعته بتتحقق ولو من بعيد ولا ندري خلال الأيام القادمة إيه اللي ممكن يحصل تابعونا بإذن الله بعد قليل مع حلقة هامة بنقدم ليكم بحث بيتكلم عن ميعات ظهور الإمام المهدي إمتى هيظهر الإمام المهدي ودي كلها إيه أبحاث اللي يعرف في البحث يعرف إن دية فرضيات تحتمل الصواب وتحتمل الخطأ تابعونا بعد قليل بإذن الله سلام الله عليكم ورحمته وبركاته